اعلامي جزائري بارز يفاجئ المغرب رغم هزيمة منتخب بلاده بتلاتية عاجل الجزائر تفجرها وتقرر اتخاذ قرار صاعق لمدرب الجزائر بعد الهزيمة ضد المنتخب المغربي كأس افريقيا تحت السبعة عشر سنة قرار جديد من اللجنة المنظمة والان الى التفاصيل ولكن من قبل باش تكون اول واحد كتتوصل بجديد الاخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر اعجاب واشتراك وتفعيل الجرس اعلامي جزائري بارز يفاجئ المغرب رغم هزيمة منتخب بلاده بتلاتية هنأ جمال جبالي الاعلام الجزائري داخل قنوات بين سبورت القطرية هنأ المنتخب الوطني المغربي لاقل من سبعة عشر سنة على تأهله من قلب الجزائر على حساب منتخب بلاده في اطار دور ربع نهائي مصابقة كأس افريقي للفتيان الجاري حاليا بالجزائر وكتب جبالي عبر حسابه الشخص بالانستغرام رسالة تهنئة جاءت على النحو التالي ذكريات جميلة للمنتخب المغربي لاقل من سبعة عشر عاما تهانين الخالص بفوز مستحق وخيبة امل بالطبع للمنتخب الجزائري تحت السبعة عشر سنة وتابع مرسل بانسبورت القطرية بالعاصمة الاسبانية مدريد لكن بعيدا عن النتيجة الرياضية هذه الصورة الجميلة تعبر بصدق عن الاخوة بين الشعبين الجزائري والمغربي عاجل الجزائر تفجرها وتقرر اتخاذ قرار صاعق في حق مدريب الجزائر بعد الهزيمة ضد المغرب اقالت الاتحاد الجزائري لكرة القدم رزق رومان مدريب المنتخب الجزائري لاقل من سبعة عشر سنة مباشرة بعد الهزيمة التي تعرض لها منتخب بلادها ماما نظره المغربية بتلاتية نظيفة في ربع نهاي كأس الامم الافريقية للناشئين ووضحت صحيفة الشرق الجزائري ان الفاف اقال رومان رفقت كل التقم الفني للمنتخب الجزائري مشيرة الى ان القرار تم اتخاذه بعد الفشل في الوصول لكأس الهلم والاقصاء من كأس امم افريقية لأقل من سبعة عشر سنة وهو ما اكدت العديد من الصعف الجزائري الاخرى في مقالتها قبل لحظات وكان رزقي قد قال في الندوة الصعفية التي اعقبت المباراة ان الشيء الوحيد الذي يتحصر عليها هو الجمهور الذي حضر متأسفا على ما حصل ومشيرا الى انه كان يريد اسعادهم وان لا احد منهم كان يريد خسارة كهتيها واكد رومان ان لاعبيه بدلوا كل ما بوسعهم بدنيا ودهنيا ولكن الاخطاء الفردية حضرت كحال الهدف الاول مشيرا الى انه كانت هناك العديد من الامور لكنه لن يتحجج بها محملا نفسه المسئولية وتمنى مدرب في تياني جزائر ان تتحسن الامور مستقبلا بوجود اكاديمية اخرى ولما لا اطر افضل منها موضحا ان هذه هي كرة القدم والكل يعمل ويتعلم ويجب استخلاص الدروس من هذه التجربة للتقدم الى الامام جدر بالذكر ان المنتخب الوطني المغربي كان قد تأهل الى نصف نهائية والى كأس العالم عقب انتصاري على الجزائر بتلاتية نظيفة في المباراة التي جرت اطوارها مساء الاربع الماضي على ارضية ملعب الشهيد حملاوي بمدينة قسطنطينة في ربع نهاي كأس الامام الافريقية الاقل من 17 سنة وسيوجه المنتخب الوطني المغربي في نصف نهائية المنتخب المالي الذي فاز على منتخب الكونغو بثلاثة للسفر في دور ربع نهائية وهي المباراة التي ستجرى يوم الخميس بداية من الساعة الخمس عصر على ارضية ملعب التاسع عشر من ماي بمدينة عنبا كأس افريقية تحت السبعة عشر سنة قرار جديد من اللجنة المنظمة اعلنت اللجنة المنظمة لكأس افريقية لكرة القدم تحت السبعة عشر سنة المقامة في الجزائر عن تغيير توقيت المباراة النهائية وفق لبيان صادر عن اللجنة فإن المباراة النهائية ستلعب يوم الجمعة المقبل الموافق للتاسع عشر من ماي الجارية في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت الجزائر بدلا من الساعة الثامنة مساء على ملعب نيلسون مانديلا وكان المنتخب المغربي قد تأهل لنصف نهائي بعد فوزه بتلاتية على المنتخب الجزائري فيما تأهل المنتخب السنغالي إلى نسي الدور بعد تغلبه على جنوب افريقيا ثلاث عوامل ساهمت في تأهل منتخب المغرب تحت السبعة عشر سنة لمونديال الناشئين حق المنتخب المغربي تحت السبعة عشر سنة فوزا مهما على نظره الجزائرية بتلات أهداف دون رد يوم الأربعة بملعب الشهيد حمله في قسطنطينة ضمن ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقية التي تحتضنها الجزائر في الفترة الممتدمة بين التاسع والعشر من أبريل والثامن عشر من مي ونجح أشبال المدرب ساعد شيبا في ضرب عصفورين بحجر واحد بفوز على منتخب الخضر عندما تأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقية حيث سيواجه منتخب مالي يوم الخميس القادم العامل الأول هو أكاديمية محمد السادس حيث تواصل أكاديمية محمد السادس لكرة القدم إنجاب وتكوين المزيد من المواهب الكروية بالمغرب بعدما تخرجت منها أسماء تألق أصحابها بشكل لافت في مونديا القطر من أبرزها ميوس فانصير وحزدين أونحي ونيف أكرد وهي التجربة التي اهتم بها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعدما أشهد بدور هذه الأكاديمية في سقل المواهب الصعيدة على غرار ما تقوم به أكاديمية أسباير القطرية وغيرها وما يؤكد أن أجح أكاديمية محمد السادس في سياستها المبنية على التكوين مشاركة سبعة من لاعبها في مباراة منتخب المغرب للناشئين أمام الجزائر ويتعلق الأمر بعبد الحميد أيت بودلالة وطهب الغوزيل ومروان رايان وحمزة كارتون وأدم شاكر وفؤد سهواني والسعيد الرفيعي العامل الثاني هو دور كشافة المغرب بأوروبا حيث يلعب كشافة المغرب المتمدين في أوروبا دورا كبيرا في استقطاب ألماء المواهب الصاعدة في مختلف الدورية الأجنبية ولسيما في هولندا بلجيكا فرنسا وإيطاليا وألمانيا وفي الوقت الذي غاب عن كتبة المدرب سايد شيبا لعبان مؤترا وهم عمر النازيه نجم فارق فوندام الهولندي ونسيم عزاوزي لاعب وسط أندرليخت البلجيكية تمكن كشافة المغرب من استقطاب لاعبين واعدين إلى المنتخب الناشئين وهم أدام بوفندار من يوفنتس الإيطالي وزكريا وزان وعثمان لإدريسي من آياكس الهولندي ومحمد حموني من لهافر الفرنسية وسهم هؤلاء في تألق منتخب المغرب تحت السبعة عشر سنة في بطولة كأس أمم إفريقيا ولسيما المهاجم زكريا وزان الذي توجب جائزة أفضل لاعب في مباراة المغرب والجزائر العامل الثالث هو الاندباط التكتيكي وروح المجموعة حيث نجح سايد شيبا مدرب منتخب المغرب للناشئين في حسم السرع التكتيكي أمام الجزائر بعدما فرض نهجا تكتيكيا يعتمد الضغط على حامل القرى والانتشار الجيد أمام الميدان والمرهنة على الهجمات المرتدة التي أهدت الهدفين الثاني والثالث لأشبال منتخب أصود الأطلس ورغم الضغط الذي مرسه منتخب الجزائر تحت السبعة عشر سنة في بعض فترة المباراة إلا أن تعليمة المدرب زايد شيبا نجحت في امتصاص دفاع اللاعبين الجزائريين بفضل تألق لافت للحارس طهاب الغزيل الذي وقف سدا منعا أمام مهاجم منتخب الخضر خصوصا اللاعب مسلم أناتوف إضافة إلى الاستعداد البدني الجيد الذي ظهر عليه لاعب منتخب المغرب تحت السبعة عشر سنة